متابعين الكرام أهلاً ومرحباً بكم في حلقة جديدة من قناتكم القناة الطبية المتنوعة اللي لسه أول مرة بيشوفني معاكم الدكتورة إيريني أبادير أخصائي طب وجراحة الفم والأسنان مجلس تير التركيبات المتحركة الكاملة والجزئية طبعاً معظم اللي بيشوفوني دلوقتي أو بيسمعوني هما من مرتدي طقم الأسنان أو التركيبات المتحركة الجزئية عارفين طبعاً أن طقم الأسنان ليه مشاكل كتير على بال ما الواحد يبتدي يتعود عليه والطقم يطبع بيبقى فيه مشاكل كتير ومحتاجين حلول بجمع لكم كل فترة مشاكل طقم الأسنان والتركيبات المتحركة الجزئية وبعمل لكم بيها حلقة وطبعاً بستقبل كل مشاكل طقم الأسنان أو مشاكل طب الفم والأسنان والفكين بصفة عامة أكيد برد على كل أسئلتكم في التعليقات النهاردة الأسئلة اللي جايا لي جايا لي من خارج القناة عشان كده بعرضها عليكم أول مشكلة مدم حاسن عماد حمدي مساء الخير دكتورة عندي مشاكل صحية وما بستحملش مقاسات الطقم وكل جلسة أرجع أرجع أول ما الدكتور يحط المقاس في بقي والدكتور تلت جلسات ومش عارف ياخد المقاس بسبب مشكلة الترجيع كل مرة هل في وسيلة أخرى لأخذ المقاسات للطقم وجزيل الشكر لتعبك؟ مدم حاسن عندها مشاكل صحية وكل ما الدكتور يحاول ياخد المقاسات للطقم بترجع وراحت له ثلاث مرات وكل مرة يحط المقاسات ترجع فبتقول هل في وسيلة تانية ولا لأ؟ أولا إحنا ممكن نحاول نسيطر على موضوع الترجيع إن لم تتحسن الحالة وإن لم مش عارفين نسيطر برضو على الحالة هنتجه للحل التاني اللي هقولك عليه دلوقتي ولكن ممكن نحاول إن إحنا لما نروح للدكتور ما نكونش وكلين أكل كتير في أدوية معينة بتتاخد أقراس مضادة للقيق بتتاخد قبل ما تروحي لطبيب الأسنان على حسب طبعا الدواء كل دواء لي النشرة بتاعته بيتاخد قبلها بساعة بساعتين أدوية كتير جدا في الصيدلية مضادة للقيق أو للغسين كمان لما الطبيب ياخد المقاس وتحسي إنك عايزة ترجعي ممكن ناخد نفس عميق اسمه تمرين النفس ناخد نفس عميق ونشتت تفكيرنا ونبص مثلا في السقف أو نفكر في حاجة تانية غير موضوع الترجيع يعني نعمل ديستراكشن للمخ أو نشتت المخ عن الترجيع ونفكر في حاجة تانية ونعمل تمرين النفس نتنفس ثلاث مرات وراء بعض يعني ناخد نفس عميق لما تكون المقاسات في بقي وحاسس إن عايزة رجع باخد نفس واحد اتنين تلاتة تمرين نفس من المناخير من الأنف ده هيحسن الوضع كتير طيب لو أنا برضو برضو بنبه على الطبيب إن أنا عندي مشكلة صحية بتخليني أرجع الطبيب برضو بيحاول ياخد المقاسات بسرعة أو بيستخدم البودرة اسمها Fast Setting Powder يعني المقاسات اللي هي بتنشف بسرعة ما تقعدش وقت طويل في البق ما تقعدش وقت طويل في الفم على بال ما تنشف بتبقى سميكة شوية وما بتبقاش فلوي قوي وليكود قوي أو طرية قوي اللي تدخل للزور وتعمل ترجيع لو كل الحاجات دي الحلول دي ما نفعتش آه في بعض الدكاترة اللي بيستخدموا بقى التكنولوجي العالية أو الكمبيوتر في أخذ المقاسات بيبقى عندهم حاجة اسمها Entra Oral Camera بتبقى كاميرا مخصوص رفيعة بتدخل وتصور الفك العلوي وتصور الفك السفلي وتنتقل الصور دي من الكاميرا على الكمبيوتر بس مش كل طبعا العيادات بتبقى متطورة قوي أو فيها التقنية الحديثة دي أتمنى أكون جاوبت حضرتك عن السؤال السؤال اللي بعدي الحاج عبد الغفور سلام السلام عليكم ورمضان كريم أهلا بيك عملت طقم أسنان كامل ومش عارف أتعامل معاه خالص والطقم السفلي تعبني جدا وغير ثابت تماما إلى جانب إن حوافه خشنة جدا عاملة زي السكينة بتقطع في اللافة الحل إيه لإني رجل موسن وتعبت من مشاوير الدكاترة أولا ربنا يديك الصحة يا حاج طبعا كان اللاف العون الطقم بيبقى محتاج فترة طويلة يا حاج علشان نبتدي نتعود عليه والطقم يطبع في مكانه والطقم السفلي يطبع في مكانه وعضلات الفك وعضلات اللسان تبتدي هي اللي تتحكم في حركة الطقم ده ممكن يحتاج من شهر لشهرين كمان لو إحنا اجتزنا المرحلة ديت ممكن بعد كده بنشوف حلول تانية يعني ممكن الطقم يكون محتاج تعديل بسيط جدا يخلي الطقم يبقى ثابت بعد كده لو منفعش بنلجأ للطبطين سواء الطبطين عند الطبيب الطبطين في المعمل أو الطبطين المنزلي وانا اتكلمت برضو عن الطبطين المنزلي الطبطين يعني بنضيق الطقم يعني بنحط له بطانة الحل الأخير ان احنا نستخدم لاصق طقم الأسنان وانا عاملة سلسلة حلقات مخصوصة عن لاصق طقم الأسنان ازاي استخدمه ايه احسن المركات ايه اقوى لاصق اتكلمت عن الآثار الجانبية للاصق طقم الأسنان ازاي اشيل بقايا لاصق طقم الأسنان من على اللثة ممنوعات استخدام اللاصق كل دوت انا اتكلمت عليه بالنسبة للحواف الخشنة للطقم الحواف الخشنة للطقم ده أمر بسيط جدا جدا هتروح للطبيب هيلمع لك وينعم لك الطقم ويتجهولك مفيش مشكلة خالص بينعمها ويلمعها بكل بساطة وسهولة ان ما كانش عنده هيبقى في المعمل بتقطع في اللثة يبقى محتاجين ان احنا نهتم شوية باللثة نشيل الطقم اليومين دول لغاية لما الالتهابات تروح وبعد كده الطقم يجي لنا متلمع ومتنعم ونلبسه نستخدم مضمضة بمية دافية وملح نستخدم مضمضة طنطم بيتاجين نهتم بالنظافة لفترة ديت ونريح اللثة الفرشة والمعجون فرشة نعمة تبتدي تمشي يعني الالتهابات هتاخد لها يوم اثنين تلاتة أسبوع وان شاء الله تبقى كويسة ونرجع نلبس الطقم بعد ما تلمع وتنعم اتمنى اكون جاوبت حضرتك السؤال التالت مادام لويزا موريس مسائل خير دكتورة اهلا بيكي مادام لويزا عاملة تركيبة جزئية امامية والمشابك معدنية ضغطة جامد على الأسنان وعملالي صداع شديد والدكتورة قالتلي هتتعودي عليها انا بقالي اسبوعين والحال كما هو والصداع بيزيد التركيبات المتحركة الجزئية ايا كان نوع المشابك حضرتك بتقولي مشابك معدنية لازم تبقى سندة على الأسنان لان هي دي اللي هتشل التركيبة ولكن ما تبقاش ضغطة ضغط جديد ضغط الشديد دوت هيعمل لي تآكل في العظم هيخلي الأسنان تتلخلخ هيبقى فيه وجع هيقطع لي الأربطة اللي ربطة الصنان بالعظم يعني هيأثر لي بالسلب على الأسنان اللي شايلة احنا عايزين الأسنان اللي مريحة عليها المشبك تبقى مجرد سندها وشايلها لكن مش ضغطة عليها الضغط ده هيعمل لي تآكل في العظم وخلخلة في الأسنان دي فاحنا بنرجع للطبيب تاني ونقول لها الحال زي ما هو ولسه حاسة بصداع وضغط على السنة فبالتالي هي لازم تريح المشبك ده شوية توسعه ولو الأكريل كمان ضغط على الأسنان لازم نريح الأكريل الأكريل يبقى ساند على السنة لكن ما يبقاش ضغط عليها يعني الأسنان اللي شايلت تركيبة مش عايزينها تبقى ضحية وبعد كده تسوس أو تتلخلخ أو تقع فبالتالي أنا اتكلمت برضو في حلقة عن تأثير المشابك خاصة المشابك المعدنية على الأسنان واللفة آخر سؤال معنا تيتا عواطف رفعت أهلا دكتورة بنتبعك من الكويت أهلا بيك وبأهل الكويت عملت طقم أسنان كامل ومريحني مريحني جدا الحمد لله منذ ثلاث شهور ممتاز وتعودت عليه ممتاز يا تيتا وبتنام بي بتنام بي كل يوم الشكر لله ولكن من أسبوع لقيت فمي عليه طبقات بيضاء والطقم من جوه أبيض والثاني كمان وبدأت تظهر فيه قرح عايزة أعرف إيه الأبيض ده وبقال يومين باستخدم مضمضة بتاجين الأبيض بيزيد الحل يا دكتورة جزاك الله خيرا تيتا عواطف ما ينفعش خالص إن إحنا ننام بالطقم لمدة ثلاث شهور متواصلة بالنام بالطقم النوم بالطقم إحنا ممكن ننصح بيه أول أسبوع علشان التعود على الطقم مفيش مشكلة مع الاهتمام جامد بنضافة الطقم والفم ممكن ننام بيه أول أسبوع مجازا لكن بعد كده أنا كنت عاملة حلقة إن إحنا ما ننامش بطقم الأسنين النوم بطقم الأسنين هيعمل لي ضغط على العظم هيمنع الدورة الدموية هيقلل الدورة الدموية هيقلل الأكسجين إلى داخل في الفم بالتالي هيزود تأكل العظام بعد كده أشتكي بعد ست سبعة شهور الطقم واسع كمان زي ما الفم محتاج ينضف وينام فراش ونظيف محتاج برضو الطقم إن هو ينضف ويقعد في المحلول المطهر بتاعه طول الليل المحلول والأقراص المطهرة دي المشكلة اللي حصلت معاك يا تيت عواطف بدأ الطقم يعمل فطريات الأبيض ده فطريات أعرفوا إزاي إن لما أمسك قطنة وأشيل الطبقة البيضة ألاقيها بتتشال معايا دي طبقة فطريات عادت الطقم وعادت اللسان وعادت الفم ككل وللأسف العلاج اللي حضرتك استخدمتيه خاطئ المضمضة البتادين بتقلل البكتيريا وبتقضي على البكتيريا وبالتالي بتزود للفطريات وتخلي الفطريات تنتعش زيادة عشان كده حضرتك طبقة الفطريات البيضة زادت زيادة طيب الحل إيه؟ الحل إن إحنا أنا كنت عاملة حلقة مخصوصة عن علاج الفطريات مع طقم الأسنان إزاي ننظف طقم الأسنان من الفطريات وإزاي ننظف أو نعالج الفم من الفطريات بالنسبة للفم هنوقف كل المضمضات تماماً لأن كل المضمضات هتزود للفطريات وهنجيب مضمضة مضادة للفطريات اسمها نيستاتين ماوسواش أو نيستاتين دروبس نيستاتين في نازل منها مضمضة ونازل منها دروبس أو نقط يستحسن إحنا نجيب الاتنين ونحط النقط على السنة ونمضمط بالمضمضة ولو استدعى الأمر ممكن ناخد أقراس مضادة للفطريات كمان بالنسبة للطقم الطقم أنا كنت متكلمة قبل كده في الحلقة عن إزالة الفطريات من طقم الأسنان هسيب لكم كل دوت في صندوق الوصف أو في أول تعليق هتلاقوا البلايليست ديت فيها طرق إزالة الفطريات من على الطقم لأن الفطريات بتبقى مسكة في الطقم جامد كمان بالنسبة للقرح اللي بدأت تظهر للأسف الفطريات لما بتزيد قوي بتبتدي تظهر قرح في الفم عملت حلقة برضو عن علاج القرح مع طقم الأسنان علاج القرح بالتفصيل طبعا بنريح نفسنا من الطقم شوية لغاية لما القرح هتخف وبنجيب علاج من الصيدلية اسمه كينالوج في أورا بيز أو كينالوج في أورا بيز ده بيساعد على التقام القرح بصفة عامة هسيب لكم في صندوق الوصف بلايليست أو بلايليست كاملة عن طقم الأسنان أو قائمة تشغيل كاملة عن تركيبات الأسنان المتحركة الكاملة والجزئية فيها تقريبا أكتر من خمسة وستين فيديو عن كل ما يخص طقم الأسنان بأنواعه المططية والمارنة والمعدنية التركيبات المتحركة الجزئية متكلمة عن علاج الفطريات علاج القرح علاج الالتهابات مشاكل الطقم السفلي وعدم ثباته والحلول متكلمة عن كل ما يخص أطقم الأسنان والتركيبات المتحركة الجزئية أتمنى تكونوا استفدتم من الحلقة النهاردة ما تنسوش الإعجاب بالفيديو ومشاركته طبعا مع الآخرين ناس كتير جدا بتشتكي من قطقم الأسنان خاصة طقم الأسنان السفلي اللي لسه ما اشتركش في القناة وحابب يشترك أكيد طبعا تنوروني في القناة مش هطول عليكم بتمنى لكم دايما دوام الصحة والعافية واشوفكم في حلقة قادمة إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر